يبدو هناك تحقيقات سبقة هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في أربيل وأدل به السيد حنون تفاصيل معينة حول علاقة بالقضاء والذي يتابع التصريحات يرى أن هناك شد وجذب بين السيد رئيسية نزاهب والقضاء العراقي وكما يبدو ناتج عن تحقيقات سابقة لهذا المؤتمر كما قلت لك ولكن أعتقد الدعوة التي ستكون إحدى الدعوة وليس دعوة واحدة أعتقد أكثر من دعوة ستقام على السيد حنون إحداهما 226 إهانة القضاء العراقي وربما هناك تتبح تحقيقات بشأن قطعة الأرض التي حصل عليها أسوة بأشرات المسؤولين في العراق وربما دعاوا أخرى كما ظهر بيان مجلس القضاء على بشأن استلام رشا وغيرها من بشأن قضية في مدينة الإعمارة وبالتالي فأعتقد أن القضية تطورت إلى حد كبير واليام المقبلة ستنبئنا بأخبار أخرى بشأن وضع حقيقة النزاهة ووضع رئيسها وعلاقته بمجلس القضاء الأعلى إذن أكثر من قضية ربما تنتظر رئيس هيئة النزاهة ومنها ما ذكرت قطعة الأرض والحديث عن تقاضي رشا هل النزاهة في العراق بحاجة إلى نزاهة اليوم؟ ويا دكتور شوف لا يمكن الحديث اليوم عن الأشياء التي هي مجرد تهم أن نتحدث عنها بالدليل القاطع أبداً إحنا دائماً القضاء هو مجال وساحة للترافع في كل المجالات هناك ناس يتهمون بالقتل ويفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة هناك ناس يتهمون بالاختلاط بالسرقة بالتزوير الاتهام ليس دليلاً قطعياً بأن هيئة النزاهة تحتاج إلى نزاهة هيئة النزاهة قدمت أعمال كبيرة وعادت للدولة أموال هائلة مبالغ لا تقدر وتعادل موازنتها بأكثر من 30 ضعف لكن رئيسة النزاهة كعراقي كمواطن فيما إذا وجهت له التهم يتحملها ويذهب بالقضاء والقضاء هو الفيصل بالنتيجة أنا وأنت وكل منا يعني ممكن أن تقام علينا دعاوة وبالتالي القضاء هو من يبرئنا أو يديننا وكذلك السيد رئيسة النزاهة الحالي الآن هو كما سمعت من بيان القضاء الغاضب أنا استطيع أن أسميه بيان غاضب لأنه يقرأ دلالاته هو بيان غاضب جداً يعني يتضح هذا الغضب في كتاب الشكر الذي وجهه القاضي السيد ضياع جعفر وأيضاً في رد الدعاوة يعني الكلام اللي قال السيد رئيسة النزاهة والنقطة الأخرى هو قال تضليل الرئي العام فإذن هذا البيان أنا أصفه غاضباً جداً ضد سيد رئيسة النزاهة لكن لا يمكن أن نقول ولا يمكن أن ننهي جهود هيئة النزاهة اللي بدت ب2004 لغاية اليوم قدمت الكثير والكثير وحتى قدمت الشهداء ولكن نحن أمام ساحة القضاء العراقي نحترم القضاء وليأخذ القضاء مجرأة وليثبت إذا كان فعلاً التهم الموجه للسيد حيدر حنون صحيحة وغير صحيحة لا سيما في مجال الرشاة ولكن أعتقد القضية الأكثر هي قوة ستكون هي المادة 226 بمعنى إهانة القضاء هي التي ستأخذ مجرأها في التحقيقات أما التسريبات الصوتية سبق للقضاء العراقي أن حكم بها بهكذا قضايا لا سيما مع تسريبات سيد نور المالكي التي طارت نور المالكي وكان القضاء أيضاً لم يعتد بالتسريبات لأنها ليس دليلاً لكن إهانة القضاء ممكن هي الدعوة الأقوى والأنجع ضد السيد حيدر حنون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة